كما تقدم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفت الديار المصرية رئيس الأمانة العامة للدور وهيئات الإفتاء في العالم تقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عن نتيجاتها الرسمية ودعا فضيلة مفت الجمهورية جموع المصريين لدعم جهود الرئيس لا سيما وأن البلاد تمر بظروف استثنائية بسبب المشكلات على حدودها الثلاثة علاوة على مواجهة التنظيمات الإرهابية والعمل على استئصال جذورها مؤكدا ثقته في أن القيادة السياسية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وأشهد فضيلة المفت في بيانه الذي أصدره منذ قليل بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية مشيدا بما بذلته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ورجال القضاء المصري من جهد كبير مخلص أدى إلى تمكين ملايين المصريين من الإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة وتوجه مفت الجمهورية في بيانه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يوفق فخامة الرئيس لما فيه الخير لوطننا العزيز ولمصلحة البلاد والعباد وأن يعينه على قيادة سفينة الوطن لما يحقق الأمن والاستقرار وأن يحفظ الله مصر وأهلها